موسيقى يعني الإسلام السياسي والأسف جديد هو سرطان هذه الأمة سبب هذه البلاوي منذ تقريبا ثلاثة أسابيع وهناك حملة مبرمجة حملة مسيرة ومدبرة من طرف رأس الإخوان ما يسمى أردوغان وكذلك والأسف الشديد قناة الجزيرة وقنوات كثيرة اشتغلت على خطاب المذلمية على تأجيج النار وخاصة بعد تصريحات الرئيس يومانييل ماكرون عند دفن جثمان والتعزية لهذا الأستاذ الذي قطع رأسه فالإسلام السياسي والأسف الشديد خلق هذه الكهرهية وخلق كذلك هذا الاستدام خطاب الضحية وخطاب المذلمية الذي يعتمده الإسلام السياسي وخاصة ما يسمى حركة الإخوان وكذلك اليسار المتطرف واليسار جعل من كثرة هذا الخطاب وغسل الدماء جعل في الكثير من الشباب في فرنسا وفي أوروبا بسفة عامة الفاقدين الهوية عندهم مشاكل عائلية وكذلك الجهل تام بدين الله وبالإسلام فما هؤلاء إلا جعلوا أنفسهم أنهم يعتقدون أنهم حقيقة ضحية ضحية الاستعمار منذ سبعين سنة ضحية الماسونية والسهيونية ضحية غزة ضحية ما أدريش حتى وصل في أنفسهم أنهم يعتقدون حقيقة أنهم ضحية وعندما يعتقد هذا الشاب أنه ضحية يأتي هناك الأسف شديد دافع باطني للانتقام ممن ينتقم من مجتمعه ينتقم من الناس رؤوس الشياطين هؤلاء لا يمروا بالعمليات إنما يدفعون شباب أبرياء والأسف شديد مثل هذا الشاشاني كان عمره 12 سنة كان بريء صار في 18 سنة صار حقيقة وحش يقطع رأس أستاذ في قلبي بريز منذ السنوات كنا نبين للساسة الفرنسيين خطر ما تقوم به محام الشيطان وهي دولة قطر وللأسف الشديد بالتمويل مثلا البارح لما الرئيس مانويل ماكرون تكلم على قناة الجزيرة يبين فأخبرت أنا مستشاري وقلت لهم كيف يتكلم على قناة التي هي تنشر هي التي تنشر الباباقوندا العداء منذ أيام وهي تعمل على ذلك لدفع والتحريذ والتحريذ على قطع البضائع الفرنسية لكن كان الرد منهم ماذا قالوا أنه يريد حدث أعداءه على قناة أعداءه ربما يكون الخطاب وصل لهم جميعا كذلك كيف نفعل الآن بدأت مثلا السي سي ايف السي سي ايف هذه منظرة جمعية ضد الإسلاموفوبيا وضدها الوزير الداخلية طلب إلى أن يقع حل هذه الجمعية كولكتيف شخصيين كذلك طلب حل هذه الجمعية وكثير لا بد يسن قريبا قانون خاصة قبل يوم 9 ديسمبر قانون لتجريم الأخوان ولحل جميع الجماعات الأخوانية